ووفد جديد للسوق السعودي هذه المرة نقف على تفاصيل لإدراج شركة مرافق السعودية وتفاصيل الطرح وكذلك نقف على تطورات ونشاط بالإضافة إلى النتائج المالية لمرافقها بداية نقف على تفاصيل طرح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع مرافق السعودية في السوق الرئيسية أسهم الطرح تجاوزنا فيها 73 مليون سهم ما عادي القيمة الإسمية للسهم عند عشرة ريالات مدفوعة بالكامل وتمثل 29.24 من رأس مال الشركة بالنسبة لهذا الطرح هذا فيما يخص التفاصيل كذلك على التفاصيل الأولى بالنسبة لهذا الطرح ولكن بالنسبة للفئات التي شملها هذا الطرح نتحدث عن الشريحة ألف وهي الفئات المشاركة تشمل المؤسسات والشركات تم تخصيص 100 في المئة من الأسهم مسبقا لصالح الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد هنا نتحدث فئة الأفراد أي شريحة باء وتخصيص 30 في المئة من أسهم وإجمالي أسهم الطرح أي ما يصل إلى حدود 21.9 في المئة بالنسبة لهذا الطرح فترة اكتتاب الأفراد تكون بين 26 و30 من أكتوبر الجاري البنوكة المسلمة لهذه الأوهل لهذا الطرح تحدث عن مصرف الراشح البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض بالإضافة للبنك السعودي البريطاني ساب هذا فيما يخص الفئات وكذلك تفاصيل الطرح ولكن بالنسبة للتفاصيل الأخرى المتعلقة بطرح شركة مرافق كهرباء ومياه بالجبيل وينبع السعر النهائي للطرح وصل إلى 46 ريال السعودي قيمة طلبات الاكتتاب المسلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر نتحدث عن 194 مليار ريال والتغطية كذلك تغطية كمية الأسهم المطروحة بأكثر من 59 مرة نتحدث عن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج في حدود 11 مليار و 500 مليون ريال بالنسبة للتطورات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة تحديدا في ظل الفترة الأخيرة نتحدث عن نشاط الشركة بالدرجة الأولى المزود الوحيد لخدمات مرافق الكهرباء والمياه في ينبع وكذلك المزود الوحيد لخدمات المياه في منطقة الجبيل السعودية لديها أكثر من 15 ألف عميل من الأفراد والشركات وكذلك أكثر من 4100 عميل في المؤسسات الصناعية والحكومية وتشمل 3.2 في المئة من إجمال القدرة لتوليد الطاقة في السعودية 7.2 في المئة من قدرة الإجمالية تحلية المياه في مملكة العربية السعودية رأس مال الشركة مليارين و 500 ألف ريال بالنسبة لشركة تأمارة نقف على نتائج أعمال وكيف كان أداها خلال الفترة القليلة الماضية بالنسبة لهذه الأرقام التي حققتها قيمة الإرادات في العام نتحدث عن عام 2021 6 مليارات و 200 مليون ريال الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلك والإطفال نتحدث عن أرباح الابتداء 200 مليارين و 200 مليون ريال صافي الدخل حققت الشركة 665 مليار ريال 35 في المئة نسبة هامش الأرباح المعدلة كذلك قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفال ولدينا 10.7 في المئة نسبة هامش صافي الدخل بالنسبة لشركة تأمارة فإذا هذا الطرح الجديد الذي تترقبه السوق السعودية في هذه الفترة